بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية على إثر وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز السعود ومما جاء في برقية جلال الملك تلقيت بتأثر كبير نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ورضاه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز السعود الذي لبى داعي ربه أراضيا مرضية وأضاف جلالة الملك وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لكم ومن خلالكم لكفة أفراد أسرتكم الملكية الجليلة عن أحر التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الأليم داعي العلي القدير أن يشمل فقيدكم المبرورة بكريم ردوانه ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهمكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء ومما جاء في هذه البرقية أيضا وتفضلوا خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم بقبول أخلص مشاعر تعاطفي مشفوعة بأسمع عبارات مودتي وتقديري ترجمة نانسي قنقر